بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء في مقرر Machine Elements Design 1 بنبدأ شابتر 12 وبيتكلم عن الكابلينجز المين طوبيكس اللي هنتكلم عليها أول حاجة introduction أو مدخل ثم الtypes of misalignment أو أنواع الانحراف في الاستقامة ثم الtypes of coupling أنواع الكابلينجز المختلفة أو القارنات ثم بنركز على بعض الأنواع من rigid couplings ثم بعض الأنواع من flexible couplings اللي هي طبعاً rigid couplings اللي هي القارنات الثابتة أو flexible couplings أو القارنات المرنة أول حاجة عندي خلينا نشوف إيه هي القارنات أو couplings واستخدامها أو مدى الاحتياج لها عندنا مثلاً مضخة المياه اللي بتبقى موجودة في البيت هنلاحظ أن المطور اللي بيمدني بالحركة هلاقي أن العمود بتاع المطور راكب مباشرةً على الامبلر أو المضخة نفسها اللي بتعمل عملية ضخ للماء من الأدوار السفلة إلى الأدوار العليا فبيحصل على طول أن الامبلر ديت أو الريشة ديت أو المضخة ركبة على العمود مباشرةً والعمود بيستمد الحركة من الموتور طيب الكلام ده في الصناعة بلاحظ أن المواتير أو الموتور حجمها كبير جداً والمضخات أيضاً حجمها كبير يبقى ده الموتور وده المضخة أو البومب طيب في الحالة ديت ده بينتج لوحده على حدة وده بينتج لوحده على حدة لابد أن يكون فيه جزء وسيط يعمل عملية اقتران لعمود الموتور مع عمود المضخة بحيث أنه لما يدور عمود الموتور يدور عمود المضخة وبالتالي تبتدي تحصل عملية الضخ أو الاستخدام للمضخة يبقى هنا الجزء الوسيط ده هو ده اللي أنا بسميه الكابلينج أو القارنة وجامل اسمها لأنه هي بتقرن جزئين ببعض بس فيه حاجة عايزة أنوه ليها ده الاي بولت اللي احنا نقشناه قبل كده في السكرو جوينت أو وصلات القلووز وقلنا أن الاي بولت ده بيستخدم في الهندلينج يعني ممكن أرفع الموتور ده منه وأخذنا مثال قبل كده بس حبيت أن أنا أنوه ليه هنا لما شفناه طيب الغرض من الكابلينج إيه provide for the connection of shafts of units that are manufactured separately زي الموتور انتج على حدة والبومب تم انتاجها على حدة فبالتالي أنا بعمل ايه بعمل connection ما بين الاتنين such as motor and generator ممكن يبقى موتور ومولد أيضا and provide for disconnection for repairs or alteration وده كمان بيفيدني أن الجزء اللي أنا ركبته عشان يعمل connection ما بين الاتنين ممكن أن أنا أفكه في حالة احتياج أحد هذه الأجزاء إلى الصيانة ومن ثم أعمل لها الصيانة وارجع أركبها تاني الغرض التاني provide for misalignment والنقطة دي هنتكلم عليها حالا أو في الدرس قادم إن شاء الله لأنها مهمة جدا يبقى provide for misalignment بعض أنواع الكابلينج بتستوعب الانحراف في الاستقامة الخاص بأعمدة المواتير مع أعمدة البومبس أو المضخات off the shaft to introduce mechanical flexibility عشان يديني مرونة ميكانيكية نقطة اللي بعد كده reduce the transmission of shock loads بيقلل من الأحمال الصدمية from one shaft to another بعض هذه الكابلينج بعضها بيحتوي على الربر والربر إحنا عارفين إن هو بيعمل dumping للشوك loads أو بيخمد الصدمات أو الأحمال الصدمية النقطة اللي بعد كده introduce protection against overload لما يحصل عندي overload حمل أزيد من المتوقع فاللي بيحصل إيه بيحصل كسر في الجزء ده زي مثلا في السيارة ممكن لو السيارة اتعرضت إلى مطب كبير أو صدمة كبيرة عن طريق الكافرات بتاعتها في الحالة دي ممكن الكنيكتينج رود اللي هو بيوصل الحركة أو بيدور الكافر بتاع السيارة الكنيكتينج رود ده بيوصل ما بين طبعا بيدور وبيدور الكافر معاه وهنا واصل بالجير بوكس في الحالة دية لو تعرض هنا الجزء ده ل overload أو حمل زايد عن اللازم فبيروح حصل كسر هنا أو failure في الجزء ده اللي هو الكنيكتينج رود بيحمي الجير بوكس من إن الصدمة كلها تتنقل ليه وبالتالي أنا أفضل إن أخسر الجزء ده عن إن أخسر الجير بوكس الجير بوكس ده أهم عندي من الكنيكتينج رود وبكده نوصل لنهاية الدرس ده ونلتقي فيه الدرس القادم إن شاء الله